أيها المسلمون الكرام عباد الله ذكر الله تبارك وتعالى من جملة من ذكر من الأخيار في كتابه العزيز في صورة الأنبياء مجموعة من الرسل وذكر ما جرى بينهم وبين أقوامهم وما نالهم من العذاب والأذى وذكر مواقف لهم مع أهليهم ومع ذويهم وذكر شدة أصابت بعضهم حتى لجأوا إلى الله تبارك وتعالى فنفس الله عنهم الكربة وفرج الله تعالى عنهم الغمة فمن جملة ما ذكر من أحوالهم ما جاء عن داود وسليمان عليهم السلام قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس داود عليه السلام هو والد سليمان عليه السلام وزاد الله تبارك وتعالى سليمان على أبيه داود فوق النبوة وفوق العلم زاده فهماً عالياً بالقضاء وكان موفقاً فيما يقضي فيه وذكر أهل التفسير قصتين في تفسير هذه الصورة أو هذه الآيات قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس والحرس هنا حسب القصة الأولى مزرعة من الكرم وهو قيل مرحلة من مراحل العنب كان لأحد الناس بستاناً من الكرم فدخلت عليه غنم لآخر قال إذ نفشت فيه غنم القوم قالوا والنفش هو الرعي بالليل ونحن بنسميه السربة سربت فيه الغنم بالليل فأكلته قيل وَأَكْلُ النَّهَارِ يُسَمَّ الْهَمَلِ لو أكلت بالنهار يُسَمَّ الْهَمَلِ وَلَوْ أَكَلَتْ بِاللَّيْلِ فَيُسَمَّ الْنَفْشَ وَلَمَّا بِاللَّهِ وَلَمَّا خَرَجَا لِيَأْكُدْ لِيَأْكُذْ صَاحِبَ الغنم المزرعة فيزرع المحصول من جديد حتى إذا شب المحصول ونضج على حاله الأولى يعني لما نبقى على شكله الأولى اللي أكلته فيه الغنم يرد صاحب الغنم الغنم لصاحبها والمحصول لصاحبه أي واحد رجعه يعني في البلد كده داك يدل حواشة يزرعه لحد ما يوصل للمرحلة الأكلة في الغنم بتاعته وبعد داك ترجع له غنمه وداك ترجع له مزرعته وكان هذا الحكم أوفق وأحسن ولهذا قال تعالى ففهمناها سليمان أي حكم سليمان كان أوفق من حكم أبيه والقصة الثانية ذكر الإمام أحمد والنسائي وترجم عليها الإمام النسائي ترجم مهمة قال باب أن يوهم القاضي بالحكم ليستخرج الحق أحيانا القاضي ممكن يوهمك إن الحكم معك وإن حكم للتاني عشان يستخرج منك الحق وقالوا وردت فيها قصة امرأتين ولدت إحداهما أو كلتاهما ولد الصديا اللي اتنين ولدوا مع بعض فغار الذئب على ولد إحداهن فأخذه فاختصمتا في الذي بقي في الصباح أول ما صفحنا الصباح اتشاكلا في الولد القائد أي وحدة قالت الولد ده حجانا فاختصمت المرأتان إلى داود عليه السلام إحداهما صغرى والثانية كبرى فقضى داود لالكبرى بالولد وخرجتا فلما مرتا على سليمان سألهما عن الحكم لأنه شعر بيهم ما في رضا فالصغرى قالت قضى بيهم للكبرى أدأوا ليه فقال سليمان عليه السلام تعالى واتياني بالسكين أشكه بينكما نصفين بدأ لأي وحدة تكون زعلانا وما رضيانا بالحكم جيبوا سكين اكسموا بيناتكم أي وحدة تشير نصف قالوا فرضية الكبرى قالت قبلانا اكسموا بيناتنا أم بالصغرى فلم ترضى قالت يا نبي الله هو لها قال لا تشيله فعلم سليمان أن الولد للصغرى وليس للكبرى فقضى به للصغرى فعند ذلك قال تعالى ففهمناها سليمان لأنه كان في طريقة حكمه أقدر على استخراج الحق لأنه يا أخواننا الحق عنده قرائم والباطل ظاهر ولذلك أعطى الله تبارك وتعالى بعض القضاة بصيرة في معرفة الحق الواحد منه ممكن يتبصر فيك ومن لهجة القول ومن طريقة الكلام ومن حركة الجسد يستخرج منك الحق وهنا نستفيد فائدة عظيمة جدا في العقيدة وهي أن الأنبياء مع جلالة قدرهم ومكانتهم العالية عند الله جل وعلا فهم لا يعلمون الغيب ده رسول من الرسل بتحاكم له امرأتين ويقضي بالولد لللي هي ما ست ولا أم وده مما يدل لك على إنه ما كان يعلم الغيب ولو كان بيعلم لما حكم بهذا الحكم ومن ادعى أن الأنبياء يعلمون الغيب إذن يكون قد اتهم نبي الله داود عليه السلام بالظلم لأنه لو كان بيعلم الغيب معناه ظالم لأنه حكم بل ولد لإمرأة ما أمه إلا نقول هو لا يعلم الغيب وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم وإنه يأتيني الخصمان فلعل بعضكم يكون ألحا بحجته من بعض في ناس عندهم فصاحة أو لباغة ممكن يكون كالضاب لكن بيعرف اللف والدوران يظهر لك أنه الحق معاه والتاني بيكون صاحب حق لكن عاييه في اللسان ما يقدر يتكلم يظهر كأنه حق ما معاه قال فلعل بعضكم يكون أبلغ بحجته من بعض فأقضي له قال فمن قضيت له بحق فإنما هي جمرة من نار أعمل حسابك ما تقول لي أنا نجيط والمحامي بتاعي شاطر وفي محامين الزمن ده بس مسلطين على حق الناس الواحد رابط كنفتته وقاعد شغلته إنه يدافع على الباطل تجيب التكاتل ولا سارج ولا ضارب ناس شياكات يقول لك ده شغلنا نحن ما عليك ويمشي لك للقاضي إنه موكلي وما عارف المادة 63 وقانون 83 يطلع لك الموضوع كله سهل ده يشيل شيلته بعدين قدام ربنا قال فإنما هي جمرة من نار فليأخذها أو ليتركها اللهم صلي وسلم وزيد وبارك وأنعم على نبينا محمد الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما قال العلماء أثنى الله تعالى على سليمان ولم يذم داود وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأنبياء في مسألة علم الغيب هم كبقية البشر سليمان سليمان عليه السلام ربنا أعطاه نعمة وهي إنه سخر لي والجن يعمل تحته وسخر لي والرياح بدل من الخيل بدل يرتحل في الحروبات بتاعتب الخيل ربنا سخر له الرياح أفضل له من الخيل قال فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد الشياطين بيشتغلوا معه ربنا سخرهم له الشياطين شغالين تحته وبتعليماته ده برض مما يدلق على إنهم مبيع لم الغيب كان سليمان عليه السلام يعطيهم التعليمات بالعمل ربنا قال يعملون له ما يشاء من محاريبة بابن المحاريب المنابر وتماثيل يعني الأشكال على صورة البشر والحيوانات وجفان كالجواب الجفن دي الماعون الواسع وقدور الراسيات القدرة الكبيرة ده كل شغلهم يغوصون في البحار استخرجوا لآله كل ده شغلهم وسليمان مسخر وكان يتكئ على عصاه منتكئ على العصى بتاعته وبعاين فيهم وهم بيعملوا متهدين اجتهاد شديد ربنا قال فلما قضينا عليه الموتى سليمان عليه السلام مات واجف على حيله ومتكئ على العصى بتاعته والجن شغالين فلما قضينا عليه الموتى ما دلهم على موته ما عرفه مات ما دلهم على موته إلا دابة الأرض جاءت الأرض بقت بتاكل في العصايا بتاعته ربنا قال تأكل منسأته المنسأ العصايا المتكئ عليها الأرض بتاكل فيها ربنا قال فلما خر يعني لما سليمان وقع هو ميت واقف على حيله هم قالينه حي لأنه الأرض ما بتأكل أجساد الأنبياء ولا بتتحلل واقف على حيله بعد شوية الأرض أكلت العصايا وقع ربنا قال فلما خر لما وقع تبينت الجن يا دوب عرفه إنه مات تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين يعني لو كان بيعلموا الغيب كان يكونوا يعرفوا إنه سليمان دا مات وهو الآن مستند على العصايا بتاعته لكن ما بيعرفوا الغيب شغالين ومتهدين ها وهو سليمان بيجاي مات عليه السلام إذن يا أخواننا إذا كان نبي الله سليمان عليه السلام وداود ما بيعلموا الغيب والجن لا تعلم الغيب كيف يجي يدعيه شيخ ولا فقي ولا مقدم من المقدمين ولا زول عامل فيها عراف والناس بيتلملموا عنده والنسوان الذهب الرايح والقروشة ضاعت ها والبقل لك شوف ليه الخيرة وكشوف ليه البركة وغير من الهلاويس والخرافات الباطلة دا كله باطل يا أخوان الغيب دا لله سبحانه وتعالى ربنا قال فعلموا أن الغيب لله وضل عنهم ما كانوا يفترون نسأل الله تعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا يقينا خالصا اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم فرج عنا الهم والغم واجعل بلادنا أمانا وسخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين وقوموا إلى الصلاة ارحمة الله ارحمة الله اشتركوا في القناة